لا يتوقف القلم كتابة ولا يجف مداده أو ينضب من إضافة كل يوم سطر جديد في سجل مشروعات مصر العملاقة التي يسرع بفضلها الوطن التاريخ ليعود كما كان بين الكبار وأكبرهم العين ترى ذلك شاهدة على مشروعات نفذ منها كثير يصعب حصره ولا يزال الأكثر ينفذ وكثير الكثير يخطط له على المستويين القريب والبعيد أحد جديد ما نعرض هو ما يصبق الزمن إلى تنفيذه حجر جديد لجعل مصر واحدة من أكبر المراكز العالمية للتجارة واللوجستيات ميناء ضميات البحرية تطويره وتوسعته وتنفيذ محطة حاويات تحيا مصر واحد التي تصل طاقتها الاستعابية إلى ثلاثة ونصف مليون حاوية تمتد على أرصفة بطول ألف وتسعمائة وسبعين مترا وبعمق يناسب عماليق الحاويات العالمية ثمانية عشر مترا إضافة إلى ساحة تخزين ودعم لوجستي خلفية على مساحة تسعمائة وعشرة ألف متر مربع محطة بطول أرصفتها وعمق غاطصها نجحت وهي في طور التنفيذ الأخير من جذب أكبر الشركات الملاحية العالمية كهيباجلويد وكونشيب ويورجيت لتكون من أهم وأكبر محطات الحاويات للصادر والوارد والترانزيت وتفريغ الحاويات في حوض البحر المتوسط وبوابة هي الأكبر والأهم على القارة الأوروبية واقع يترجم قريبا حلم مصر أن تكون مركزا أو المركز العالمي الأهم والأكبر للتجارة واللوجستيات حازم كمال التلفزيون المصري